يلا نبدأ جزئية الاولى طبعا عندي فيه امتحان الطايم بيبقى عندي اول سؤال اللي هو listen and circle استمع وضع دائرة حول الاجابة الصحة سواء كانت اي او بي في جزئية listening الاولى بقول في نمبر وان كان يو بليزة ترومبت يبقى باجي عند الجملة اللي انا سمعتها وبعمل circle على الاجابة وليكن مسلا الاجابة بي في نمبر تو بقول it's so heavy باجي عند الاجابة اللي انا سمعتها وباخد circle اللي هي ايه في نمبر سري بقول what's your address اللي انا سمعته باخد عنده دائرة في نمبر فور بقول I'm helping my sister اللي هي الاجابة برضو ايه هروح بعد كده لجزئية listening اللي المفروض بسمحها وبكمل بكلمة على حسب المحادثات اللي احنا بناخدها طول السنة what are you هكمل هنا بكلمة doing what are you doing I am cleaning up the music room or the room can I help you sure you can move the chair by the window I can't it's too heavy بقول بعدها I'll move it by myself myself thank you very much you are welcome ده بالنسبة لجزئتين listening بابدأ بعد كده اشوف التمن جمل اختياري اللي موجودين عندي في نمبر وان يا ماجدي هقول I am getting ready I am getting ready for ده امتحان يا مؤمن ده امتحان في نمبر تو يلا برا the eagle is faster than عايز استخدم بعد the er than يلا ميادة I was the newspaper reading I was and G يبقى reading number four يا نور بقول your name and address what's what is or what's your name and address سامة بقول زكورة a lot of songs sang زكورة sang number six يلا يا لارا بقول how did he play the harp he played it will محمد عبد السلام بقول he plays slowly he plays the drums the drums slowly number eight يلا يا هاجر he washing the car yesterday he was he was washing the car yesterday سالما number one في القد بديني بدلي وقائتلي وقد ولاود لي سالما هنشيل جود هنشيل جود هنشيل جود ونحط مكانها فاست مثلا او اي اللواي زي اول المجموعة التانية هانا احمد بديني اللايون ودير وطايجر وبرد هنشيل برد هنشيل برد واكتب مكانها الفانت او اي الفانت مثلا number three يلا يا ملك مديني which one where we do هنشيل ونحط مكانها do واكتب اي wh word وليكن y مثلا number four يلا يا ناس بديني float وترين وترمبت وتوبة هنشيل train واحط xylophone هنشيل train واكتب xylophone مسلا او drum number five يلا يا مؤمن happily loud sad bad happily هنشيل happily واكتب مكانها happy happy مسلا تمام هنروح بعد كده لجزئة القطعة ولي هرار some facts about giant pandas the adult usually weigh 80 to 125 kilos giant pandas eat bamboo they don't hibernate in winter because they have to eat 8 to 16 kilos of bamboo every day giant pandas live in the mountains of china how much how much do the adult the adult giant pandas weigh 80 to 125 kilos 80 to 125 kilos 80 to 125 kilos of bamboo of day and say del wakti a letter or email when roth lego zay to the t هابدأ في الترتيب براء زا 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 اللغ عيد I think it's a wild animal. إي بداية الجملة وأبصروف S بتاعت S بس ده في الجملة الأولى. في الجملة التانية محمد عد السلام. هاتب ال-W بتاعت وات ال-W وات هاتب ال-Question Mark و-Question Mark في نهاية الجملة. هاجي أرجع كمراجعة سريعة على جزئية الإيميل. هنا بقول write an email of seven sentence. write an email to your friend أحمد. tell him about your visit to the zoo. كلموا عن زيارتك للزو. your name is Ragab and you. your email address is Ragab28 at yahoo.com your friend's email address is كذا. طبعا قلنا في كتابة الإيميل الصفحة بتكون مخططة عندي. بكتب له to. وبكتب عنوان البريد الإلكتروني اللي هو لصديقي. from وعنوان البريد الإلكتروني بتاعي أنا. what is subject أو about وبكتب بعدها اللي هي my visit to the zoo. بعد كده قلنا بنبدأ بكلمة دير واسم الشخص اللي أنا ببعث له. اللي هو هنا أحمد. بقول له دير أحمد. وببدأ المقدمة بتاعتي اللي هي hi how are you and your family مثلا. I'd like to tell you about my visit to the zoo. أحب أكلمك عن زيارتي للزو. وببدأ أحكيله كأن بكتب بارا جراف. بعد ما بخلص قلنا طبعا بننهي في الآخر تحت في أقصى الشمال برضو. يورز وتحت يورز بكتب التوقيع بتاعي أنا اللي هو رجب. ده بالنسبة لكتابة الإيميل. ده اللي امتحاني لزمائلكم امتحانوا النهاردة في السنتر. هنرجع نروح نشوف جزئية الولد. في الولد آخر جزئية رجعناها مع بعض في الامتحانات اللي كانت عندي على اليونت الأول اللي هو يونت سيفن. ها. سيد غير تونتي سيفن. تونتي سيفن أخرنا؟ أنا أخرى عن تونتي سيفن. تمام. يعني ده كله تراجع؟ اللي قبله ده تراجع كله؟ أي. أوكي. تونتي سيفن بدايتها؟ أوكي. تعالوا نشوف سؤال المحادسة. لما أقول هنا هوت يا ملك. I was at the library yesterday. I was at the library. يبقى أنا سألت بإيه؟ Where you was yesterday. where were you؟ where were you؟ اتفقنا طبعا. where you بحولها في الإجابة لـ I was. where you بحولها في الإجابة لـ I was. يبقى هاسأل where. اللي هي أين؟ where you. أنت كنت yesterday. where were you. where الأولى أين؟ ووير التانية الماضي من أر. يبقى where were you yesterday. باسأل سؤال تانية لارة. اللي I went with my friend عبير. Who did you go with? Who did you go with? Who did you go with? بعد كده يا سامة بيقولي What did you do there? We read books. We read books. We read books. We read books. آخر نقط عندي يا سامة بيقولي Did you have a nice time? Yes we did. Yes we did. Yes we did. تعالوا نشوف جزئية الـ Underline على كلماتنا والجرامر اللي شفناه في اليونة ده. Number one يا مجدي. I can't believe my eyes. It's Believable. It's Incredible 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 Number two عبد السلام. بقول she gave Give me Give a? أسمع تاني. She gave me here for me. اتزبط قلنا جوه مفيش حرف جر. لو برا قول حرف الجر براحتك. يبقى she gave me أعططني she gave me here for number اللي هي بتزاوي She gave her for number to me. إنما جوه هنا يبقى مي بسة. Number three. يلا يا سامة. Colorful fish. And beautiful sea creatures. Live in the? لاجونز. لا. كورر ريفز. Live in كورر ريفز. Live in كورر ريفز. بنشوف السمك الملون في كورر ريفز. Number four. يلا يا. برا. Can I my new bit? Can I show? شو بس طبعا بعد كان مصدر. اللي هو شو. Number five. يلا يا سلمة. Tourists go to Tahiti. To do water. ايه. Activities. Water activities. ومنساش قبل كلمة activities بستخدم do. Number six. يلا أحمد إمام. بقول I borrow. I borrow. May. May I borrow. قلنا طبعا كان I. أو may I. أو could I. يبقى هنا هوت. هقول له. May I borrow. Number seven. يلا يا إناس. You look very beautiful in this dress. It is? Attractive. Beautiful. يبقى معناها هنا attractive. Number eight. Noor. The children were bored. So dead red. Them. Zeme على طول. Zeme story. Number nine. May I borrow. I'd like to live. A desert island. On. لا. ركزي معايا. Sama. On. Sama. On. On طبعا. قلنا يا ميادة. كلمة island. جزيرة. يجي لي قبلها دايما حرف الجر. On. بس لو مش مديني island. يا مديني desert island. برضو. أي island. هستخدم قبلها. يبقى تاني. I'd like to live. On. A desert island. On. Number ten. Ritage. بقول. You open the door. Please. Could. Could you open. ممكن تفتح لي الباب لو سمحت. Could you open the door. number one. Ferry right. محمد عبد السلام. بيقول لي. I want. أنا عاوز. Use you the phone. استخدم التلفون. Please. استخدم لي هنا. May. May I borrow your phone. Please. ممكن. كمعنا هتمشي. كمعنا تمشي. ولكن أنا عايز استخدم أبني على الجملة اللي قدامي. الجملة اللي قدامي. بيقول لي. I want to use. I want to use. يبقى. May I use the phone. Please. May I use the phone. Please. number two يا لارا. أناس. Got a new computer. I sent here an email. عايزة دخلتو في الجملة. أناس. Got a new computer. I sent an email to here. برافو. يبقى الجملة اللي قولها هتنزل زي ما هي. ما فيهاش أي مشكلة. كل المشكلة اللي عندي في الجملة التانية. الجملة التانية. I sent here an email. عشان أدخلتو. يبقى لازم هر دي تبقى في الآخر. عشان أقول to here. يبقى I sent an email to here. I sent an email to here. number three. يلا يا مؤمن. بقول show me your album, please. استخدم can. Can I show your album? Please? جبت أي منين. جبت أي منين. دي أنا بقول لك show me. وريلي الألبوم بتاعك. بقول لك وريني وريني وأجبك. وريني ألبومك. يبقى Can you… show me your album. تمام يبقى can you show me can you show me ممكن توريني can you show me your album please قملة number four يا سامة she lent her sister her laptop استغداميلي to her sister she lent her laptop to her sister تمام يبقى she lent her laptop to her sister to her sister number five give me a banana please give me a banana please عايز استغدامي كد يلا يا نور could you give me a banana please جميل جدا يبقى could you give me a banana please ممكن تديني banana لو سمحت بالنسبة للقطع yesterday mr. Mohsin went to the beach with his family they took some food with them and some bottles of juice to drink when they arrived at the beach they all went into water they swam and played for a long time then mr. Mohsin called his daughter sally he said will you help me to prepare lunch the two boys ahmad and ali stayed in the sea but mr. Mohsin and sally prepared lunch ahmad saw a big fish swimming boat he shouted to his brother but he didn't hear him he was going out of the water because he was hungry then ahmad came out to and they all had lunch on the beach after lunch they rested for an hour they swam and they played again in the afternoon they were tired they were tired when they went to home it was a lovely day what did they do in the afternoon they swam and played they swam and played again they swam and played again in the afternoon number two how many children has mr mohsin got two boys how many children salma three children three children three children who prepared the lunch ma yada ma yada ma fi ma yada tayyib yalla ya noor sali taban hena sali bas who prepared lunch من اللي جاهز الغدا ها و mr mohsin yibbqa mr mohsin and sali prepared lunch ahe ahe okey mr mohsin and sali prepared lunch بعد كده بيقول اختار يا محمد على السلام they took some bottles of the laura juice طبعا bottles of juice number five yalla ya hagar بقول it was a day lovely it was a lovely day can yoon jameel arook بعد كده لتكوين الاسئلة بقول i study english at school kawwint so al iya barak where do you study english where do you study english what do you study in the school what do you study at school which subjects do you study at school which subject do you study at school gomla taniya yalla ya hamza number two i live in a big house where will you live where will you live where will you live you live where will write a letter of seven sentences your name is عصام and you live at thirty block street cairo write a letter to your friend jack telling him about your family school and who ask him to reply and letter to the letter and talk to me the letter and the letter to the letter ببدأ بكلمة دير واسم الشخص اللي أنا ببعث له ببدأ له المقدمة بتاعة اللتر وبكتب له الموضوع وفي النهاية بقول له هنا يورز والتوقيع بتاع أقصى الشمال مش أقصى اليمين طيب هنا لما أجي أخذ العنوان بأخذه منين قلنا من بعد كلمة ليف قات ببدأ أخذ العنوان بعض الأسئلة بيدهاني يقول لي عنوانك بيكون يبقى إما بعد كلمة أدرس يبقى إما من بعد كلمة ليف قات بقول له سيرتي بلغ ستريت يبقى هكتب سيرتي بلغ ستريت والكومة في أول سطر بعدها كايرو هكتبها في السطر الثاني ولكن المرادة هعمل بعدها كومة مش نقطة ليه؟ لأننا باعت اللتر لي صديق مراسلة اسمه جاك يعني شخص أجنبي يبقى إذن لازم هكتب له في السطر الثالث كلمة إيجبت وبعد إيجبت هحط الفلسطوب معنى الفلسطوب إن العنوان انتهى خلص يبقى مرة تانية السطر الأول هكتب فيه سيرتي بلغ ستريت كايرو كومة إيجبت وفلسطوب وسطر بعدها هكتب فيه التاريخ وليكن تلاتتاشر تلاتة الفين اتين وعشرين بعد كده ببدأ له اللتر دير واسم الشخص ده اللي هو الدير جاك عزيزي جاك ببدأ المقدمة بتاعة اللتر من تحت حرف الار تقريبا اللي هي قلنا بنسيب مسافة في الجملة الأولى هبدأ وأقول له I am very happy to write this letter to you أنا سعيدة إن أنا بكتب لك الخطاب ده هوت How are you and your family إنت عامل إيه إنت والأسرة بتاعتك I hope you are fine أتمنى إنكم تكونوا بخير بعد كده ببدأ أكلمه في الموضوع الموضوع اللي من دهولي بيقول لي Telling him about your family But I'd like to tell you about my family هقول له I live in a small family مثلا My father is a doctor My mother is a teacher I have two brothers Okay ده الفاملي بعد كده أكلمه عن لسكول أقول له My school is big and clean I go to school every day I am very good at English مثلا الهوبيز بتاعتي إبا أقدر أقول له I have a lot of hobbies But my favorite hobby is reading مثلا and using the internet أسكي him to reply أقدر أكتبها بأكتر من طريقة اللي هي أطلب منه أنه يرد عليك أنا ممكن أقول له I am looking forward to hearing from you أنا منتظر ردك Hearing from you يعني منتظر ردك أو أقدر أقول له Waiting for your reply منتظر ردك Waiting for your reply وهنا هوت Yours وتحت Yours اسمي أنا اللي هو عصام ده بالنسبة لكتابة اللتر هروحوا بعد كده هندخل ليونت 8 اللي هو الوحدة التامنة اللي عنواننا فيها Two heroes Two heroes بطلين البطلين اللي عندنا هنتعرف عليهم من خلال القصة اللي موجودة ده بعد ما بنحفظ الكلمات الجديدة ونتدرب عليها كويس مطلوب منينا النهاردة هنبدأ نقرأ مع بعض ونشوف مع بعض جزئية الكلمات عشان نشتغل الحصة اللي جاي ان شاء الله القطعة دي واليونت الجديد طبعا بالنسبة لستوري خلاص خلصانة بقى سئلتها وجزئية الطايم احنا لحد كده كويسين جدا فيه ادخل يا مصطفى بقى يا مصطفى بديني هنا مجموعة كلمات بدقها بي الديفنيشنز التعريفات هلاقي عندي كلمة هيرو مين اللي بقول عليه هيرو اللي هو البيرسون who has done something brave حد عمل حاجة بريف فيها شجاعة او جود حاجة كويسة who is admired طبعا بيعجب بيها الناس وبيفتكروا بيها ده بسميه بيه هيرو بسميه بطل ليه لانه عمل حاجة فيها شجاعة او عمل حاجة كويسة عشان كده الناس بتتذكروا طب بسميه هيرو كلمة ترايب بمعنى قبيلة اللي هي مجموعة group of people that have the same language جماعة من الناس لها نفس اللغة ولها نفس الكاستمز العادات والتقاليد بتاعتها ده بسميها طريب قبيلة بو هنا بمعنى القوس اللي هي عبارة عن ويبني عن سلاح فور شوتينج إيروز لإطلاق الإيروز لإطلاق السهام زي اللي كانت موجودة عندنا في قصة روبين هود أبو اللي بيتم إطلاقه من البو من القوس ده بسميه إيرو أكس بمعنى فاس أو بنسميها بلطة دي بيستخدمها اللي هو الحطاب أو بيستخدمها الفارمرز أتول ويز وودين هندل هي عبارة عن آلة أو آداء ويز وودين هندل يعني بيد خشبية عند ميتال بليد والحد بتاعها أو السلاح بتاعها بيكون من المعدن فور كاتينج وود لقاطع الخشب هاترد بمعنى هنا الكراهية شعور قوي من ديس لايك من عدم الحب اللي احنا بنسميه كراهية غريف هنا بمعنى شعور بالأسى أو الحزن غريت سادنس حزن عظيم أو عميق خاصة لو حزن على شخص عزيز توفى لك ده بسميها غريف يعني سادنس حزن أرجو فعلي هنا بمعنى يجادل أو يناقش أو يختلف أرجو يجادل أو يناقش أو يختلف كونك بتقول رأيك وبغضب كمان كونك ما انتش متفق معا في الرأي وبترد علي وبصوط عالي وبغضب يبقى انت كده يعني انت بتجادلني أو بتناقشني دريم قلنا هنا دريم كفرب بمعنى يحلم وأيضا اسم بمعنى حلم كونك بتشوف صور وأحداث في دماغك بس ويبقى دي اسمها دريم بدل شفناها قبل كده بمعنى يجدف كونك بتمشي بمركب صغير في المية يبقى دي معنى بدل بمعنى يجدف في الماء هنا فعل بمعنى ينتشر كونك بتأثر على مجموعة أو منطقة كبيرة معنى كده ان الحاجة دي بتنتشر ما بينها بديني مجموعة كلمات الباقية زي ووريور ووريور اللي هو محارب أو مقاتل سترينجر غريب كلمة سترينج لك غريت شف فرس نيبر جنتل نيشان ستون أميزد هارم غريت لكس وورنين ايبل كوز ويل دي بير هورور بوني هايديس أات وانس ويبون سادنس لوز بيس أبارتمنت أو فلات رسيف فيليج بريف هورور أو فير بيري وبرد ريتيرن وريتيرند بليف وبليفد باورفول كصفة عرض وداء دي ساببير وديساببير يختفي أجل نس القبح اللي هي عكس بيوتي فلوت وفلوتد بمعنى يدفو ديني بعد كده تصريفات أفعال زي سيت أوف سيت أوف يبدأ رحلة الماضي طبعا والتالت نفسها سيت 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 كيب والماضي كيبت فايت والماضي منها فوت سليب والماضي سليبت تعال نشوف النوتس اللي مدهالي في الدرس الأول بيقولي ذرار بعض الكلمات لها أكتر من معنى بعض الكلمات لها أكتر من معنى زي ايه قال لي فلاي أول انت ما بتسمع فلاي على طول بتقول ده الفعل اللي معناه يطير لكن هو مدهالي النهاردة بمعنى ايه الأولان الفيرب اللي هو الفعل ده اللي يطير زي احنا ما بنقولها أما فلاي أيضا ناون اسم بمعنى اللي احنا بتسميها الزبابة يبقى عند كلمة فلاي لها معنايين النهاردة هعرفهم اللي اتنين اللي هي يطير أو زبابة بالنسبة لكلمة لونج أو لو بتسمع لونج بتقول طويل تمام سواء بالنسبة للطايم أو المسافات أيضا أعضر استخدم لونج هنا كفيرب فعل بمعنى يشتاق لي كونك محتاج لحاجة دهية أو مشتاق لها جدا يبقى اسمها لونج بالنسبة لكلمة ريس سمعنا عنها قبل كده ريس بمعنى سباق وأيضا ممكن اعتبرها هنا بمعنى الجنس أو السلالة أجروب بيبل هو مجموعة من الناس لها نفس الشكل أو هي نفس الشيء دي اللي بسميها السلالة أو الجنس أيضا بقول to move very fast اللي هي يجري مسرعا كverb كلمة شفناها قبل كده مع الاليفانت مع الفيل وكنا بنقول ترانك بتاع الفيل اللي هي زلومة الفيل اللي هي زلومة أيضا بستخدم هنا ترانك كنوين بمعنى جزع الشجرة زمين central part of a tree اللي هي بمعنى جزع شجرة ترانك أجي بعد كده مدين الكلمة وعكسها ألاقي عندي كلمة peace بمعنى سلام عكسها war الحرب argue بمعنى يجادل أو يناقش أو يختلف عكسها هنا agree بمعنى يتفق hate يكره عكسها love بمعنى يحب sadness حزن عكسها happiness سعادة uglyness اللي هي القبح عكس الجمال اللي هو beauty brave شجاع عكسها هنا fearful بمعنى جبان أو خواف harm بمعنى يؤذي أو يضر وعكسها protect بمعنى يحمي هاجي بعد كده آخر حاجة عندنا جزئية البرمزيشنز وكمان الفريزز التركيبات الخاصة باليونت الجديد welcome to يأتي إلى live on يعيش على أو سواء كان بالنسبة أقدر أقول live on an island مثلا أو live on بمعنى يتغزى على شيء at war معنى وقت الحرب at war في الحرب أو وقت الحرب within the tribes معنى داخل القبائل on the other side of على الجانب الآخر من grow up بمعنى ينمو أو يكبر agree to معناها يوافق على فعل الشيء agree to walk أو agree to do homework مثلا يوافق إنه يعمل حاجة sit off قلنا معناه هنا start أو begin start أو begin يبدأ across the lake عبر البحيرة float in يطفو في mid off مصنوع من at night ليلا talk to يتحدث مع شخص أو أشخاص at once في الحال أو فورا look for شفناها أكتر من مرة بمعنى يبحث عن at last في النهاية أو أخيرا put something aside put something aside معناها يضع الشيء على جام حطيلي الحاجة دير كنهال على جام ببوت aside give a warning معناها يعطي تحذير hurry up بمعنى أسرع look after يعتني بي اللي هي بتساوي take care of يعتني بي أو يهتم بي full of ممتلئ بي أو مليان at the end في النهاية take off بمعنى يخلع ملابس أو تقلع بالنسبة للطائرة يبقى لو قلت the plane took off أقلعت الطائرة بدأت تطير أما I took off my shoes يعني أنا بخلع حزائي long for يشتاق لي long for يشتاق لي land on land هنا كverb بمعنى تهبط أو تنزل عكس take off afraid of إنه بتساوي scared of scared of أو frightened of خائف من on the journey في الرحلة put down يخفض أو ينزل fill with sadness مليان حزن go away يذهب بعيدا أو يمشي بعيدا ده بالنسبة لكل الكلمات اللي موجودة عندي في الجزء الجديد طيب مديني حاجة في الاكسرسايز الأولاني في كتابك متع المدرسة خاص مالوش علاقة طبعا هنا بإلمانهج اللي احنا بندرسه وملو علاقة بإيه يعني بيراجعلي على بعض جزئيات اللغة بالنسبة لك بيقول لي there are mistakes زي المستيكس اللي شفناها في أول حصة اللي كان جايبلي فيها جمل تصحيح اللي كان من بينها جملة مثلا هنا بيقول في هنا أخطاء بس الأخطاء كلها أخطاء أخطاء في التهجي the mistakes are underlined الأخطاء إحنا أخطي لك تحتها خط رأي the sentence correctly اكتب لي الجملة بالطريقة الصحة وهنا بيقول لي الاس بي معناها spelling الاس بي اللي عندك معناها spelling يعني خطأ في التهجي الجملة الأولى لما the children enjoy swimming in the sea كده أنا عندي غلطتين swimming و see اللي اتنين غلط تصحيح الأولى إيه الاتنين الم swimming 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 الجملة الثانية the actor received a prize for the performance in the film أقولها أكتبها 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 the actor الممثل receive دي غلط ها هنشير الفي ونحطها مكان الاي الفي مكان الاي لا لا ها لا هي ر اه ر اي سي اي 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 يا وادي يا جامد مين اللي بتكلم حبيبة ماشي يا كلبة ماشي يا حبيبة تمام يا حبيبة برافو received طبعا المفروض هنا بعد C EI مش IE بعد C EI مش IE دايما بنقول بعد C هنا هوت E I النقطة التانية بقول هيري اب the plane is taking off the plane اللي احنا عايزينها P L A N E P L A N E taking taking عن عن شيل ال P ها وستبد وستبد ب بعد ال ب ب ب بونيز ان ذا فلد بونيز 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 ان ذا فلد بونيز بوني عنيه حبيبة بوني المهر اللي هو الحصان الزغاية المهر او الحصان الزغاية نحط IE IE S IE S اللي هو ترجمة نانسي قنقر